سيد الرئيس كمان خلال زيارته لمحافظة المينيا مبارح كان حريص على تفقد مشروعات حياة كريمة وده عشان يشوف اللي تم إنجازه من تنمية وتطوير في قرى ومدن المحافظة صحيح زي ما قلت وأيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي مبارح تفقد حجم الإنجاز اللي تم في مدينة المينيا الجديدة وده في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الزيارة لماذا أتت في هذا التوقيت؟ إيه الرسائل السياسية التي أتت من قلب صعيد مصر لجموع المصريين ما يتأثيرها على الداخل المصري على الأسر المصرية في الداخل وأيضا في الإقليم الكاتب الصحي في أستاذ جمال رائف منور النهار في الساديو سبعة القرية مصر تحليل كل هذه الملفات سبعة القرية سبعة القرية يا فندم على حضراتكم وسبعة القرية على كل السادة المشاهدين حسنا بك يا أستاذ جمال يعني في البداية شفنا مبارح السيد الرئيس أنه تناول إفطار مع عدد من المواطنين أو أهالي المينيا خلال زيارته لفتاح عدد من المشروعات يمكن إحنا بنشوف في أغلب الوقت سيد الرئيس بيتناول إفطار معه لما يزور محافظة معينة يحب أنه يقعد مع أهالي هذه المحافظة وبيكسر هذا يعني أنه يقعد مع المواطنين بيكسر حاجز كبير كده وبيبتدي المواطنين يتكلموا مع الرئيس حرص الرئيس دايما على زيارة أهالي المحافظات ويقعد معهم ويتكلم معهم شايف إزاي ده يمكن بداية الصعيد عاد من جديد لخريطة التنمية في مصر ويمكن فكرة التنمية العادلة والتوزيع العادل للتنمية في كافة ربوء الدولة المصرية هو ما نرى اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد أنه هو أول رئيس مصري يزور كل محافظات الصعيد بل مش بس المراكز أو المدن الرئيسية في المحافظات ولكن بنرى القرى والنجوع والجلوس مع المواطنين والاستماع لشكواهم والحديث معهم وإجراء حوارات ربما إنسانية في بعض الأوقات حتى الخروج بنمط جديد في الحوار وخلق الجسور للتواصل ما بين الشعب والكادة السياسية وده استثنائية العلاقة في الحقيقة ما بين الكادة السياسية المصرية وما بين الشعب المصري أن هناك دوما جسول للتواصل غير تقليدية وغير نمطية ما بين الكادة السياسية المصرية وما بين الشعب المصري نشوف ده حتى في جوالات السيد الرئيس يوم الجمعة نشوفه في الكثير من المواقف يعني السيد الرئيس بيحرص على التواصل المباشر مع المواطن المصري والاستماع والإنصاط للحديث الخاص بيئة الشارع المصري وكلنا بنرى مردود ده حتى على القرارات السياسية هو ده نحن بنرى مردود ده على القناة السياسية وبالتأكيد حواره أو كسره للحاجز ده وأنه ينزل ويلتقيهم ده خلى فيه عدد من القرارات التوق ده كنا بنسمع عن حياة كريمة واسمعنا عنها كتير وربما تتشيني الفكرة ما كانش أمر بعيد يا أستاذ جمال ده كان قريب يعني لكن النهاردة بنشوف حياة كريمة ده بقى مشروع قومي مهم جدا بيعمل حاجات مهمة جدا جدا أنا عايزة أفعند محطة المينيا ماذا فعلت مبادرة حياة كريمة في عروس الصعيد المينيا يمكن حياة كريمة يعني في الحقيقة زي ما حراك قلت هي الآن أصبحت مشروع قومي وأصبحت مش بس حتى لينا احنا مبعث فخر ولكن حتى إقليميا أصبحت تجربة رائدة بيستفيد منها الجميع خاصة على الصعيد الأفريقي مثلا وبالتالي منتحدث عن تجربة تنموية بترسخ لمبادئ التنمية المستدامة مع أيضا يعني محاور جديدة ومستجدة حتى على المبادرة زي ما بشوف مبادرة إبدأ بنشوف القوافل السريعة الخاصة به العلاج والإعنات وغيرها من الأمور وبالتالي أصبحت مبادرة شاملة ضمت كمان حتى مؤخرا العنصر الفكري والثقافي رأينا أيضا حتى الدخول في مجال بناء الإنسان وبناء الوعي وبناء الفكر أصبح حاضر في حياة كريمة أنا أعتقد أن في المينيا الدور لا يقل أهمية عن باقي المحافظات ويمكن حرص القيادة السياسية المصرية على الاتقاء بالمتطوعين في التحالف الوطني وفي مبادرة حياة كريمة أيضا لفتة إنسانية مهمة للغاية بتشجع وبتحفز الشباب المصري اللي هو دينامو والمحرك الحقيقي لمبادرة حياة كريمة وللتحالف الوطني وبالتالي أنا أعتقد أن ما تقوم بي أو ما يقوم بي أو ما تقوم بي مبادرة حياة كريمة في الحقيقة أمر بلغ الأهمية بيكمل ما تقوم به الدولة من جهود تنموية الجهود هنا بتتكامل عشان كده القيادة السياسية المصرية حريصة على ضم الجهود كلها في مظلة واحدة عشان كده وجدنا التحالف الوطني للعمل الأهلي وجدنا حياة كريمة رأينا العمل الحكومي الجميع الآن يتكامل بتتضافر جهوده لإيجاد تنمية حقيقية وما يحدث الآن في الصعيد مصري بشكل عام أنا أعتقد أنه غير مسبوك ولم يحدث من قبل نتكلم على عقود من التهميش وعقود من الإهمال الآن يتم محوى هذه العقود من خلال بنية تحتية حقيقية تقليل فكرة الهجرة الداخلية هو لماذا كان أهل الصعيد يأتون إلى القاهرة وإلى الأسكندرية وإلى المحفظات الكبرى لا يوجد فرص عمل بالضبط أنت الآن لما تخلق فرص عمل لما تعمل بنية تحتية لما تعمل مشروعات قومية عملاقة بتكتذب المزيد من فرص العمل لا ده مش كده وبس ده أنت كمان فتحت شهية المستثمر الأجنبي عشان كده مثلا رأينا في بانيس ويف شركات عالمية كبرى فتحت مصانع نشوف محطة بنبان في أسوان هذه المحطة يعني الطرقات الشمسية العملاقة بتعاون أيضا مع الجانب الأوروبي إذن أنت كمان بعملك الدقوب بجهودك أنت الداخلية أيضا استطعت أن تجذب المستثمر الخارجي أيضا الصعيد وطبعا المينيا من ضمن ما نتحدث عنه مش بس التلمية فيها بتفيد الداخل المصري ودي نقطة مهمة للغاية لا ده الصعيد هو بوابة مصري على أفريقيا والاستثمار في الصعيد وما تقوم به الحكومة المصرية والدولة المصرية في الصعيد بيكمل مشروعات ورؤية مهمة جدا للدولة المصرية للعمل كمان القاري قاهرة كيبتاون هذا الطريق المحواري أنا أعتقد أنه هو الطريق التجاري الذي سوف يكون الأهم في أفريقيا الفترة القادمة الصعيد هو الرقم الأهم فيه أيضا طريق الملاحي أسكيدرية فيكتوريا أيضا الصعيد الرقم الأساسي فيه وبالتالي عندما تقلق منية تحتية واللجستية وموانئ ويعني زي ما بيشوف طرق وكباري وفرص عمل وبتؤهل حتى أهالي الصعيد ليكونوا مؤهلين حتى لاستفادة من هذه الفرص أنا أعتقد أنه كمان مش بس بيفيد الداخل المصري ولكن دايما التجارية المصرية لها زلال إيجابية على المحيط الإقليمي والصعيد بشكل خاص له زلاله الإيجابية على المحيط الأفريقي بالتحديد أنا أتكلم كمان أحب أتكلم عن محافظة المينيا يمكن بالتحديد والتي بتعد محافظة تعتبر الزراعية هل التطورات اللي بتشهدها المحافظة النهاردة هيجعل من المحافظة المحاصيل الهامة والاستراتيجية الموجودة في المحافظة هل هيساعد دافع أن يمكن زيادة في المحاصيل دي زي الأمح مثلا وغيره غيره بالتأكيد حينما يكون هناك بنية زراعية حقيقية الآن بتنفذ في بناطق الصعيد يعني وصولا حتى لتوشكا ومتشوف إيه اللي حصل في توشكا خلال الفترة الماضية المنية نفس الأمر هناك تحديث للبنية الزراعية هناك ده بجانب طبعا جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بكارت الفلاح الزاكي وغيرها من الأمور وتوجهات القادة السياسية المصرية طبعا بدعم الفلاح المصري طوال الوقت وده اللي احنا محتاجينه الآن أن يعود الصعيد كدعم قوي للأمن الغذائي المصري والصعيد لديه القدرة ولديه الإمكانيات سواء الجغرافية واللوجستية أو حتى البشرية ودائما من العول على أهل الصعيد كونهم قدرة بشرية تستطيع بالفعل إنجاز ما يمكن إنجازه من خلال الزراعة بالتحديد لدعم الأمن الغذائي المصري وبالتالي بتأكيد ما تحظى به المنية الآن من دعم من تنمية بتأكيد سوف يكون له ظلال إيجابية على القطاع الزراعي بالتحديد هذا بجانب تطوير المنية حتى في مجالات أخرى زي ما بنشوف المجال السياحي المجال التصنيعي مجالات البنية التحتية وبالتالي أنا أعتقد أن المنية الآن أصبحت بها ما يمكن أن نسميه التنمية الشاملة والزراعة طبعا أحد أهم هذه القطاعات المهمة جدا للغاية صحيح يعني استكمالي لك ألم حضرتك دائما بيقول إيه في عواصم في الدلتا وفي عواصم في الصعيد يعني عاصمة الطب في وجه بحري أو في الدلتا يقولك المنصورة عاصمة الطب في الصعيد يقولك أسيوت برضو بنسمع في الغازل والنسيج يعني الغازل والسانيجي عندنا المحلة المينيا النهاردة مهمة جدا معادلة مهمة جدا في الغازل والنسيجي يا أستاذ جمال وعدد كبير جدا من الفرص يعني زي ما استكمالا للجانب الزراعي نحن نتكلم هنا فيه زي ما بيقولوا إيه التصنيع الزراعي نقدر نعاول إزاي على الملف ده وخصوصها أن مصر نحق أطفره في قصة الغازل النسيجي يمكن الدولة المصرية والحكومة المصرية بتولي أهمية لتوفير المناخ الآمن للاستثمار سواء من خلال توفير بنية تحتية حقيقية هناك الكهرباء هناك المياه الصرف الطرق اللوجستيات إذن الحكومة تقوم بدورها وأيضا بتقوم بدور آخر له علاقة بتسهيل إجراءات الحصول على رخص المصانع زي ما نشوف الرخصة الزهبية الآن وغيرها من الأمور هنا بقى دور قطاع الأعمال ورجال الأعمال والقطاع الخاص أيضا لا يجب فقط أن ننظر للحكومة كالمحور الوحيد في هذه المنظومة يجب أن نتكاتف أيضا هنا بقى رجال الأعمال القطاع الخاص علي أن يدخل إلى صعيد مصر ويستفيد من هذه التنمية التي أنجزتها الدولة المصرية حتى قبل أن نتحدث عن المستثمر الأجنبي المستثمر حتى المحلي يجب أن يستفيد من هذه البنية التحتية حينما توفر الدولة الآن هذه البنية التحتية والنقل واللوجستيات وكل ما نتحدث عنه محتاج صنعات مغزارة غزة النسيق بجورة؟ أين بقى رجال الأعمال؟ أين القطاع الخاص؟ هذا هو ما نحتاج ودور الدولة أو دور الحكومة في اعتقادي هو توفير المناخ الخاص بدعم الاستثمار والمستثمر عليه أن يأتي ويستغل هذا المناخ الذي أصبح في اعتقادي أكثر من رائع وغير مسبوك مناخ جاذب الاستثمار كما نراه اليوم هناك كل سبل الدعمة للاستثمار التي كانت موجودة في السابق حتى في المدن الصناعية سواء في القاهرة أو في جيزة أو في الأسكنرية أو في غيرها من المدن التي كانت تحظى به القدر الكبير من التنمية في السابق وبالتالي انتحققت كل مفردات دعم الاستثمار في صعيد مصر أنا أعتقد أن صعيد مصر بعد الدعم الرئاسي والدعم الحكومي وقدرة الدولة على تحقيق ما يمكن أن نسميه التنمية الشاملة في الصعيد نتكلم عن أكثر من تريليون ونص حجب الاستثمارات الحكومية في صعيد مصر خلال ثمانية سنوات الماضية وبالتالي هنا على قطاع الخاص وعلى رجال الأعمال أن يستغلوا هذه الفرصة الزهبية سواء في قطاع غزل والنسيج والتصنيع الزراعي وأيضا حتى في مجالات السياحة في مدن في الصعيد حتى أصوان واللقصر بيحظوا بنصيب الأسد ولكن هناك أيضا محفظات أخرى في صعيد مصر يعني بيها معالم سياحية رهيبة وإذا دخل المستثمر المصري في هذا القطاع أعتقد أنه سوف يحصد المزيد والمزيد من المكاسب وبالتالي هنا التكامل اللي احنا منتكلم عنه زي ما حقانا تكامل في مجالات البنية التحتية وفي توفير تنمية شاملة من خلال تضافر الجهود ما بين الحكومة وما بين المجتمع المدني وبين كافة والقطاع الخاص أيضا في بناء هذه البنية التحتية أيضا على القطاع الخاص الآن أن يستغل هذه الفرصة ويدخل في الاستثمار ودعم الصناعة ودعم أيضا الزراعة ودعم كافة أطر الاستثمار في الصعيد كل شكرا لك طبعا الكاتب الصحفي جمال رائف نشكرك على وجودك معنا النهاردة شكرا لحضراتكم يا فندم وشكرا لكل سيدة مشاهدة شكرا جزيزين يا فندم